مازال المستمرين معكم وفقرتنا الاقتصادية اليوم عن القرار اللي اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص تعديل آلية منح تصاريح العمل واللي هدفه بالتأكيد الحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار ومنح أصحاب العمال التصاريح لاستخدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم خطوة هذه صراحة مهمة وايد يعني بوقتها وهذا القرار الليديد جاء ليساهم في الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير أيضا بيئة الأعمال وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة لأكيد راح تساهم بالتأكيد في انخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات تحديدا وللمزيد من التفاصيل حول هذا القرار الليديد نستعرض معكم هذا التقرير بهدف الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمل المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها وسيتم العمل به من تاريخ الأول من يونيو 2024 هذا ويهدف القرار إلى الحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيد العاملة وخفض الأسعار ويمنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عملتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي ثلاث سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار وقد جاء بيان مجلس إدارة الهيئة الذي أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل باستخدام عملته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمال من الداخل وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمال وتطويرا لبيئة الأعمال وتضمن القرار أيضا فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينار بهدف تحقيق استقرار أكبر للعمال لدى أصحاب العمل وقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمضي على دخوله البلاد أكثر من ثلاث سنوات وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل جادر بالذكر أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الأعمال بحسب فئات أنشطتهم يلزم حصولهم على تصاريح محددة من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة مما أدى لارتفاع أسعار الأيد العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي